خمس حاجات إذا الإنسان عملهم لا يمكن أن ينضام أبدا إنك لتقرى الضيف وتحمل الكل اللي هو مش قادر يشتغل التعبان الهزيل وتكسب المعدوم وتكسب الايه؟ وتصل الرحمة وتعين على نوائب الدهر رجل من المستشرقين لما قرأ هذا الكلام قال امرأة تعيش مع رجل خمس عشر عاما فتقول فيه مثل هذه الكمالات أشهد أنه نبي لا ما فيش دا نبي مين دا ومين دي لا دا الكمال لا سيما لما المحادثة تكون بين امرأة أوحي إلى النبي أنها كاملة ومع رجل أوحي إليه أنه الكمال الكمال بيتكلم مع الكمال فبتقول له إيه؟ إنك لأيه؟ لن يخزيق الله أبدا شوفوا ثقة السيدة خديجة في أن زوجها لن يضام إيه السيخة جايبها منين؟ قالت إنك لتقر الضيف يعني أنا بسمع الناس بتتخانم مع جوزها عشان بتسيب له البيت عشان كطره للناس اللي بتجينا في البيت إنك لتقر الضيف اتعلموها بقى اتعلموا إزاي البيوت بتعمر ستنا خديجة بالخمس كلمات دول ما تجنوا عندهم والله لن يخزيق الله أبدا ده اليقين أسبابه معتمدة فيه ده على إيه؟ إنك لتقر الضيف وتحمله الكل وتكسب الموعدون وتصل الرحم وتعينه على نوائب الضهر خمسة خمس حاجات إذا الإنسان عملهم لا يمكن لنضام أبدا عرفت عمار البيت بيجي منين؟ من كرم الضيافة من العطفة على اللي مش قادر اوعي تعطى لي جوزك عن ده هو ده اللي هيعود عليكم بالسعادة اوعي تقطع يجوزك عن أهله اوعي تقطع مراتك عن أهله شفتوا ستنا خديجة في خمس كلمات رسمت لكل زوجة معايير اختيار الزوج اللي يسعدها لقيت له عندك فلوس ولا قالت له أنت لا إنك لا تقري الضيف مش تكرم القرى معناها الكرم المبالغ إنك لا تقري الضيف وتصل الرحم وتكسبه المعدوم إيه المعدوم ده؟ يعني ما فيش تكسبه يعني تشتغل وتديله ده المفروض ده الحاجات ده كلها مغيرة المعايير حياتنا وتكسبه المعدوم وتحمله الكل اللي تعبان بتشيله وتعينه على نوائب الدهر وتعينه على نوائب الدهر وتعينه على نوائب الدهر هذه الراجل في نظر السيدة خديجة هذه موازين الزواج الناجح عايزين يقول لكل بنت مقبلة على الزواج ابحسي عن هذه المعايير الخمسة اللي حطتهم حبيبتك وأمك أم المؤمنين السيدة خديجة ولا تبحث عن غير ذلك طيب سيدنا النبي هيبدلها الزواج ده ازاي شوف الوفاء المحمدي صحيح كان نظرتها في حقيقية وسيدنا النبي يضيف على الخمسة دول وفاءه احترامه لهذه المرأة المباركة التي زي ما قال مولانا نزل فسلم عليها جبريل وأهدها السلام من الجليل فقال يا محمد هذه خديجة خد أقبلت أخبرها أقريها السلام من الله ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب لماذا أنش بشرها بقصر قال لا لأنها جدت أهل البيت ما فوقش صخب ونصب ليه لأنها كانت مهدية سر في البيت كانت شايلة النبي كانت شايلة الدعوة سيدنا النبي بشادة يقول لي بقى قالها لا لما يقول له أبدلك الله قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها قط هي التي أعطتني يقول كده لمراته التاني هي التي أعطتني حين حرمني الناس أعطتني حين كذبني الناس أعطتني ومنعني الناس صدقتني وحرمني الناس ما أبدلني الله خيرا منها قط هذه معايير السعادات الزوجية هذا هو الوفاء المحمدي وعدم نكرانه للجميل وهذا هو الرقي والتسامي بمساعدة الزوج لإقامة لأنه يضيح حقه مع الله ويضيح حظه بالله وأنها تثق ثقة مطلقة أن معيار سعادتها أن ذلك الرجل معطاء لأهله معيار سعادتها أن ذلك الرجل جواد على الضيوف هي فهمة كده ولسه الإسلام لسه بيبدأ إذن هي كريمة هي مصطفى للنبي كزوجة خدوا بالكم يا إخوانا ما نحتاج لترداد مثل هذه السيارة المباركة علشان بيوتنا تنصالح علشان ولدنا يتعلمه علشان يعني كوارث الطلاق التي تحدث ليل نهار في الشوارع وفي البيوت من غير وجوه حق اشتركوا في القناة